ذات يوم ذهبت لزيارة صديقي أحمد في المستشفى حيث كان قد تعرض للاختناق بسبب استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون وجدته مستيقظا فسألته بلطف عن حاله وأخبرني بتجربته الصعبة وأوضحت له أن أحادي أكسيد الكربون هو غاز سامن لا لون له ولا رائحة يتسلل إلى الدم بدل الأكسجين ويؤدي إلى ضيق التنفس والصداع وأحيانا فقدان الوعي وهذه الأعراض قد تبدو بسيطة لكنها قد تصبح خطيرة اتفقنا على أن نحذر في المستقبل خاصة في فصل الشتاء وأن نحرص على تهوية الأماكن المغلقة لتجنب مخاطر هذا الغاز الخطير مهما سمصر على تهوية الأفعال ويدلي سمصر على أعلى ويدلي اتفقنا على أموال ويدلي وهو ye لتتعليل ويدلي 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 وجه